شدد القائم بعمل السفارة الصينية لدى اليمن شو تشينغ على ضرورة أن تتوقف اعتداءات ميليشيات الحوث الإرهابية التي تطال السفن في البحر الأحمر مؤكدا على أهمية تجنيب المنطقة والعالم تصاعد الوضع المتوثر في البحر الأحمر لما له من أهمية وتأثير على الصين ومنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع وقال شو تشينغ خلال متواني الصحفي نظمة السفارة الصينية بالعاصمة السعودية رياض إن استمرار الصراع في البحر الأحمر قد يخرج عن السيطرة وعلى كل الأطراف الحفاظ على الأمن المشترك للبحر الأحمر واحترام سيادة الدول المطلة عليه وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤون الداخلية وضع في أن جمهورة الصين الشعبية تولي الوظف في البحر الأحمر اهتماما كبيرا لأنها أكبر دولة تجارية من حيث السلع وأكبر شريك تجاريا لأكثر من 140 دولة في العالم وهو ممر لعبور المنتجات الصينية إلى أوروبا وأفريقيا وأسيا مشيرا إلى أن الصين تأثرت بما يحدث في البحر الأحمر وارتفعت أسعار التأمين على النقل البحري والسفن واضطرت بعض السفن الصينية للمرور عبر جنوب أفريقيا يرفع التكاليف ويطيل المسافة والزمن لوصولها وأجدد القائم بعمل استفارة الصينية دعم بلاده للجهود الجارية لإحلال السلام في اليمن متمنيا أن يكون الحل قريبا جدا مؤكدا دعم الصين للشرعية في اليمن بقيدة فخامة الرئيس دكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي واستقرار اليمن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه وتقديم الدعم الاقتصادي والإنساني بشكل مستمر بحسب قدراته وإمكانيتها كما جدد دعوة بلاده لعقد مؤتمر دوليا أكبر حجما وأكثر فاعلية مشددا على طرورة وقف الاعتداءة الإسرائيلية للشعب الفلسطيني في غزة وقال أن الأجهال الفلسطينية تعرضت لنكبة التهجير وما يتعرض له الشعب الفلسطيني عموما هو الظلم الأطول في العصر الحديث ويجب أن يتوقف بوقف إطلاق النار وإقرار الحل السياسي القائم على خيار الدولة ترجمة نانسي قنقر